اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان السلطة التشريعية بمملكة البحرين تؤمن بضرورة استمرار تعزيز التنسيق والتعاون التشريعي بين برلمانات دول العالم بما يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية وبناء شراكات استراتيجية داعمة للخطط والبرامج التنموية المشتركة بين جميع الدول جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس الشورى بسعادة سيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي حيث اشار معاليه الى ان السلطة التشريعية تعمل منذ انضمامها الى الاتحاد البرلماني الدولي على المشاركة بصورة ايجابية وفاعلة في مختلف انشطة وبرامج الاتحاد وتولي اهتماما متواصلا في تقديم الرؤى والافكار والمقترحات التي من شأنها النهوض بالعمل البرلماني الدولي لافتا الى ان مملكة البحرين تحقق نجاحات ومنجزات في مختلف مسارات التنمية والنهضة كما تولي اهتماما بالغا بحقوق الانسان لافتا الى ان السلطة التشريعية تؤكد على ضرورة تعزيز حقوق الانسان وتبني المبادرات التي تكفل الحقوق للجميع من جانبه اشاد سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بالمستويات العالية من النهضة والتنمية التي تحقيقها مملكة البحرين والتي تؤكد المضي في مسارات التنمية والتطوير والتقدم وفق رؤى ومبادرات متعددة معربا عن التقدير والثناء لمعالي رئيس مجلس الشورى لما يليه معاليه من اهتمام مشهود لتعزيز اداء ودور الاتحاد البرلماني الدولي إنه لمن دواعي سروري أن أقوم بزيارة مملكة البحرين وأن ألتقي برئيسة مجلس النواب وكما تعلمون بأن البرلمان الدولي يضم ممثلين عن 79 برلمان حول العالم ونحن نشترك مع مجلس النواب في مملكة البحرين بقيم عالمية مشتركة والتزامات دولية تتمثل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ولذلك فإن الزيارة اليوم تندرج في الإطار التكاملي والتعاوني بين البرلمان الدولي ومجلس النواب للخفاظ على هذه القيم المشتركة ترجمة نانسي قنقر